موسيقى موسيقى مساء الخير عليكم اهلا بكم ان شاء الله النهاردة هتنورونا في برنامج الميراية الحلقة الثالثة باذن الله ان شاء الله هنكون حلقتنا نهاردة عن استقاف الحب طبعا دي موضوع مهم جدا بيهم البنات كل البنات والشباب عشان كده انا هستنى مكلمتكم وستفسراتكم على الارقام اللي ظهر على الشاشة او على صفحة البرنامج بس هرد عليها بكرة ان شاء الله باذن الله بالنسبة لللي في الصفحة لكن بالنسبة الارقام تحبوا التواصلوا معنا ان شاء الله اتنورونا او اي حد عايز يستفسر عن اي حاجة اهلا وسهلا بي وان شاء الله برضو بفكركم ان في اخر الحلقة هيكون في سؤال كل حلقة هيكون في سؤال في اخر الحلقة والجوائز هتكون عبارة عن عدويات ودورات واستشارات وشهادات تقديرية وان شاء الله اول حاجة احنا نهاردة عايزين نرحب بالاستاذ جهان حسين استشاري نفسي واثري اهلا وسهلا بحضرتك احنا عطل تعاملينك معنا بس احنا لقينا المواضيع كلها اهم من بعض كلها مهمة كلها مهمة عشان هي في الحياة عشان هي في الحياة فاحنا ان شاء الله النهاردة بس عايزين نتكلم عن موضوع الثقة في الحب يعني عايز افهم الاول يعني اي حب طيب اه هو اول حاجة الحب ده لو جتي اتكلمتي فيه من اول البشرية هتلاقي ان كل واحد قال ان الحب بمعنى ومفهوم تاني خالص يعني في حد مثلا كريم قالك الحب عطاء في حد بخيل قالك لا مش لازم عطاء مش مهمة ممكن باخذب حسب وجهت ناظر هو اه لانه اللي انا عايز اقوله يعني ان هو الحب لما سبحان الله يعني تقري فيه هتلاقي اقوال ما لهاش نهاية وفيه كتير جدا ممكن تتفقي معاها رغم اختلافها لانها تحس كلها حاجات بتعبر عن الحب والمشاعر وكل الكلام ده فهتلاقي ده هي اختلفت من كل واحد حسب منظوره وحسب احتياجه وحسب هو عايز ايه بالزبط من المحب بس خليني الاول نتكلم في نقطة مهمة جدا انا عندي حب فطري وحب مكتسب الحب الفطري هو اول حاجة حب الله سبحانه وتعالى عشان بس ايه لازم نرجع الحاجة لقصولها ايه احنا لو حبنا ربنا هنعرف نحب الناس صح والله العظيم يعني مفيش حاجة اسمها يعني احب كده وخلاص حتى المشاعر دي ربنا هو اللي ايه قذفها في قلبي فلابد ان انا اعرف اول محب صحيح اول خالق الخالق صحيح فانا النهاردة لما باجي اقول ان انا في الفطرة السليمة ايه مفروض ان انا بحب ربنا بحب ربنا بتلاقي بيرجع لربنا في اوقات كتير جدا بحس ايه ده وكون فيه اله ولا ايه صحيح بيتجيلوا لحظة كده لازم يقول نفسه لان دي الفطرة السليمة وده طبيعي وده المرجع يعني اه فانا عندي حب الله سبحانه وتعالى رقم واحد وبعديها بقيا لي لما الانسان يكون قلبه حلو كده ومزبوط لابد يكون حب الانبياء كلهم بالاجماع ماينفعش تنتقضي نبي ماينفعش تقولي لا ما بحبوش قوي لازم يكون فيه تأدب مع الله وتأدب مع الانبياء صحيح يليهم بعد كده حب الصالحين التابعين وتابعي التابعين طبعا الخلفاء الرشيدين والتابعين وتابعي التابعين وحب الصالحين يعني حب الصالحين يعني يعني حتى لو انا يعني مش صالحة على الاقل اصلايا انا ليه عايز اركز على حتة دي شوية لان الناس ما بيتش حتى تحب الصالحين دي بيت مشكلة لا مشكلة طبعا اه يعني حب الصالحين الزمان الواحد كان مش يعني بس فيه ناس ممكن بتزود شوية في التقرب فبيعتبروه حرام يعني بالنسبة للتقرب للصلاحين بيعتبروهم متشددين ايوة بيعتبروهم كده لكن انا احبوهم لانهم يعني بيعبود ربنا وانهم كويسين انهم نضاف يعني مفروض ان انا من حتة دي ابقى بحبهم ماهو ده المفروض زي ما حضرت قلت عشان احنا كنا الاول حتى لما بنبقى غلطانين كنا بنقول احنا غلط بس الناس دي حلوة يعني كنا الاول بنقول كده تلوقتي الناس بقيت تعمل الغلط يعني ان النهاردة يعني ممكن ان فعل شوية بسبب السوشيال ميديا والواحد بيشوفه بصراحة ببقى مسكة نفسي على الفيس كتير جدا نعلق على حاجات كتير تصير الغضب من المهازل اللي بنشوفها يعني لانه حتى الاول كان الواحد بيغلط حاسس انه غلط حاسس انه مقصر حاسس انه انه وحش والناس دي كويسة مثلا لكن دروقتي بقينا نتريق عليهم ونعمل حاجات كتير طيب بعد كده بننتقل بقى للحب الفطري الدنياوي بقى اللي هو فوق حب الام بقى وحب الاب وحب الاخوات والارحام والعلم الحاجات دي المفروض تكون فطرية وتكون في النفوس الرضية ونرجع للمراية واصل المراية لما قلنا الرضا وقلنا النفوس تبقى حلوة إلا من قتل الله بقلب سليم نحن هنتكلم عن الحب يعني قلب يعني كل القصة قلب والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد لمضغة مضغة شف في أصغر حاجة لكن ايه لو صلحت صلحة الجسد كله يعني احنا قلنا كده لو بقى ناقي وطاهر ومحب للكون ومحب لله سبحانه وتعالى حب صحيح وحب الصالحين بشكل صحيح حب الأرحام والأب والأم ما كانش والله حصلت المشحنات اللي في الدنيا ولا أب رمى أولاده ولا ولا أم قتلت مش عارفة مين ولا يعني المهازر اللي بتحصل دي كلها أنا بس رح ساعاتي أقول ده بزاي يعني حتى لو واحد قتل واحد زاي بقت واحد تقتل ولدها واحد يقتل لأمه أو يعني إيه اللي بيحصل ده إيه اللي إحنا وصلنا فيه ده يعني فين حتى الحب الفطري ما بقاش موجود اللي كان عند الكافر اللي يمكن يعملوا القطط بتحب ولادها يعني يعني سبحان الله اللي هي الطبيعية يعني هما هدوا حتى الأمثال الطبيعية اللي هي اللي قالوها الناس البسطة الزماني صحيح فمعليش ما تزعيش مني الجيل ده كله بهذه الصورة هيحب بجد ازاي يعني واحدة هتحب واحد ده بس علا يعني هما طبعا كل الناس اللي بتسمع ده لأكيد سمعوا عشان خصة الحب الرجل وسير أنا كنت هقولك نشطحا رجل وسيرتش أيوه هي حب رجل وسيرتش طب الناس دي هتحب ازاي عاصدك إن هما مش مهيئين للحب أساسا يعني زي فقط عاصدك تقول يعني فقط الشيء اللي يعطي يعني لا ومش بس كده الحب أنا شايفة دلوقتي بقى مجرد إشباع رغبات وليس حب مش ده المعنى خالص للحب خالص خالص يعني ما بقاش في حاجة اسمها حب حتى لدرجة إن لو حد عايز يحب بيقولك أنا مش هحب أنا همسك نفسي كده علشان يعني لأنه شايفين مهازل شايفين مهازل دلوقتي الخيانات الزوجية فين الحب فين الاحترام فين الأخلاق الأمهات اللي سايب أولادها معلش على التيك توك وعلى دا وعلى دا وعلى دا أنا أسفى يعني فين أي أمه يعني الولد لما بيجي يعني يختار الزوجة فعلا بيخاف طبعا والبنت برضو بتخاف البنت برضو بتخاف لأن في أزواج كتير برضو خائنين يعني احنا مش هلقدر نقول لا والمصيبة الأكبر بقى بقيت البنت المحترمة والشاب المحترم يظن إنه لو لقى بنت محترمة يحس إنه مش هيبقى سعيد معاها لأنه شايف فسوق وفجور على الفيس يبقى متهيلون دي مقدبة مش ممكن تتجانس معا كده وتبسطه وهي متخيلة إنه هو مش هيغزيلها ولا يقول لها كلام حلو لأنه شكله مؤدب قوي يعني بقيت البنت يعني الأدب بقى عيب دلوقتي مش عيب بقى فيه مخاوف منه بقى مشكلة آه مشكلة حاسينه إنه هو طب ده معقولها هيعرف يقول لك كلمة حلوة لأنه شايفين طب نعمل إيه يعني الحل إيه من وجه المزحة طيب نبدأ بقى من قصة كده من أولها أنا أخاطب من هنا أولا أولياء الأمور طبع نقصه لولادكو شوية أنا بصراحة يعني أنا مزهولة أنا بشوف بنات وعالفيس ومهازل بقول فين الأب والأم أنا مش متخيلة وهي بتصور إن أبوها وإمها قاعدين مثلا جنبها أو عارفين هي بلاش حتى لو قاعدين بره بس مع صفحتها المفروض متشافة وإلا زي كانت عاملة صفحة بقى فيك كده من وراهم يبقى أنتو برضو فين دوركو إنه مش عارفين ولادكو يعني بتاني تفت تربية برضو يا أستاذة يعني يا أولا في الأول كانت ربه صحة أو على أساس صحة ما ده شيء طبعي خلاص أنا بربي ولادي بيسيبهم مش همشي وراهم رائبهم أفجر لي الكلمة كده بس ممكن الأمهات تقلب علي بس معلش ما يزعلوش بقى يستهل لا كله بيحبي كله بيحدي اللي أولادهم كده وعارفين أنا ما باتهمش حد مش عارف لأن اللي مش عارف له يعني هو يعني برضو أنا بحمله الجزء من الزم ألا أنه برضو الأساس ما تفعلش فحي لكن ما قدرش أتهمه اتهام اللي هو اتهام العارف يعني اللي عارف اللي عارفة إن بنتها بتعمل كده وساكتة ده أمرها مختلفة دي قصتها تاني بس الحقيقة أنا شايفة إن الأم اللي عارفة وسايبة أولادها أو بنتها تعمل حاجة وحشة على الفيس الحقيقة يعني أنا شايفة إن هي كانت نفسها تبقى وحشة وهو كان مختلفة هل يكون أم عارفة وتكتر؟ أه أنا شفت ده أنا شفت ده لأنه أبسط مثالا ما جات لي بعض الاستشارات ولقي بنتي بتكلمني أنا أقولك عينة صغيرة عينة صغيرة وقد تكون دي أنضفها يعني مش هقولك كمان اللي أبشع من كده لما تجي لي مثلا بنت وعايز واحد يتجوزها فبتقول لي فهو عايز يشوفني فنتفق نتقابل برة طب ليه برة يا بنتي ما هو عايز يتجوزك ما يخش البيت وادخله البيتة من أبوها بيها فتقول لي لأ معشان بس ما يبقاش في إحراج عشان لو ما حصلش كبول يبقى من برة برة طيب ماشي يعني أنت عايز تقالي على إيه بتبقى ده سؤالها بقى لأ أصلاحنا أماما هنروح نقبله لوحدنا وبابا ده سوري يعني سمي بقى أنت حطي الاسم اللي أنت عايزة يعني إيه بابا مشاهد؟ يعني إيه؟ ماما معاكي؟ يعني كمان ماما معاكي؟ هو معاب لبنية الزواج يعني؟ ماما زواج إيه؟ والراجل ده فين؟ لما عبهن عمود البيت؟ لأ عمود البيت أكيد عارف وهو هي لأ 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 مش بيقولوله لأ لأ مش بيقولوله ليه بقى؟ عشان لما يدخل يعني لما يحصل قبول يدخل بقى رسمي قدام الأب لا مش بيقولولو لا دي غلط وهو لو قالولو يعني هو كمان هيبقى عارف ماشي ولو عارف اني لا يعني لو في زواج ونيتزواج فيش الكلام فارغ بقى مش هتكون أمه موجودة يا جماعة ما فيش الكلام فارغ بقى يا جماعة فيش احنا هدنا السوابت احنا هدنا السوابت يعني في راجل 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 في راجل صح كده هيقول بنتي اتقابلو يا ومرتي واحد تاني خلينا نقول صح ادخلوا البيوتة من أبوابهم طبعا الصح ان الكلام ده يبقى في البيت بمعرفة الاب وبوجوده وبوجوده طبعا او بوجود ما خارب لو الاب مسافر اي حد اي حد لازم الاصول طبعا لما تبقى دي الام تفتكر البنت عادي مش هتبقى مصاحبة وبتعمل نفسها فيها يا ساي بقى بتروح معاها انا 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 اكتر حاجة ننتني يعني البنت كابتعمل ده من وراء الام طيب هو ده حب بقى ولا ده ايه فين الحب لحد دلوقتي لأ ما فيش حب طبعا فيش حاجة خالص ولو معهوش فلوس ما يبقى الحب انتهى تترك الجوازة هتتكانسل هتتكانسل اللوي مش هالرحس فين والحب رح فين صحيح نسأل الله العفوة العافية وربنا يحفظ بنات المسلمين الموضوع كله خد يعني خرج عن اطار النورمال يعني طيب نفتر ادقى ان مثلا فيه بنت او فيه شاب شعر بالحب اتجاهها بنتي يعني شعر بالحب اتجاهها والبنت دي ما كانتش مناسبة ليه ايه التصرف يعني يفرمل مشاعره ولا يعمل ايه يكون الحل ايه من وجه التنظر حب تقصه دي ايه يعني انا مثلا دلوقتي اعجبت بشاب والشاب ده مش مناسب ليه او بدأت احس ان انا هحبه طبعا انا كبيرة انا بقى اديك مثلا ازاي انا ازاي يعني ازاي يعني انا اوقف الموضوع ده ازاي اتحكم في المشاعر ازاي اه اتحكم في المشاعر ازاي يعني عايزين نفهم البنات نفهم الولاد ان انا مثلا لو لقيت نفسي داخلة في علاقة ممكن على المدى تقذيني او مش مناسبة يكون فيه زي فرمالة كده افرمل نفسي ازاي طيب خلينا نقول نقطة مهمة تانية هنرجع نكمل بس الجزئة صغيرة هي في نفس الاطار لو انا مجرد البنات اللي هي يعليش يعني مليع فيس وهدفها تصاحب وتتكلم وبقيت جريئة يعني بقيت جريئة جرأة يعني هما بقوا يعكسوا الرجالة والرجالة بقوا بمؤدبين دلوقتي بقيني نشوف البنات الشابات دلوقتي هما اللي بينتقدوا البنات فالبنت دي انا بقى من غير ما حد بقى يزعلي يعني دي مش بتدور على الحب اساسا دي بتدور على اشباع رغبات وشهوات فقط فانا برضو مش عارفة زلالي البنات جابت الجرأة دي الحقيقة يعني دي بنات مش يعني ومع ذلك هنقول لها انتي خلينا نرجع للمراية واستأذنها وأخاطب كل بنت لسه فيها زرّة خير زرّة خير بجد والله بعد إذنك يعياتي ونهاري ابكي في حضن أمك ابكي قدام برايتك بلاش يا ستي مش مكسوفة أو شخصيتك ما تدورش وجه حد بالجواكي اسجودي لله سبحانه وتعالى حتى لو انتي ما غرقانة في المعاصي كده ويعني غرقانة فعلا فيها كليتا يدخلي كده اتوضي وصلي ركعتين لله افضلي سجده ابكي بالدموع واطلبي من ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك الهداية وقول له يا ربنا نفسي تجوز عايزة راجل وسيم لا استني بس أنا مش عايزة أقوله صالح دلوقتي هي مش صالحة احنا لسه مش بنكلم الصلاح خالص دلوقتي هي مش مستلحة هي عايزة حد يفهم هزي ما حيك بتعمل ما أنا بقوله هو انتي مفتونة انتي مفتونة مفتونة بالشاب الوسيم ومفتونة بالانبهارات والمركات والتمثيل والناس بقت ملامحة حتى تمثيل والله يعني يعني الناس حتى العوجة وشكل واحد وشكل واحد طريقة الكلام واحدة حاجة بقيت صعبة واطم الخروف يعني بصراحة بقيت حاجة يعني ربنا خلقنا مختلفين طيب فاحنا هنقول لها لا هي هنقولك ببساطة جديدة جدا انتي مفتونة هنفترض ان انتي يعني أنا عزفة في الكلام يعني انتي عندك رغبات مكبوتة زي بيقوله نفسك في الزواج عايزة تتجاوزي واحد عشان فلوس عايزة تتجاوزي واحد عشان اي حاجة ستي انا مش هقولك والله اي سبب انا هقولك عيشي بالحلال بس ارجوكي صحيح ارجوكي يعني ارجوكي عيشي بالحلال ازجودي كده وعياتي مع الخالق القادر القدير القادر على كل شيء القادر انه هو يبديكي احسن من اللي بتتمني كمان وابكي وقال له عايزة كذا يا رب برزقني بالزوج وسيم شيك غاني خليكي بتفاهتك كده اطلبي من ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى هو خلق الكون وخلق الاجيال دي وعالم بالنفوس فخطبيب اللي نفسك فيه قل له يا رب انا محتاجة واحد يفسحني ويبسطني لا هي ممكن تكون مش عارفة هنا لا ربنا عارف اللي نفسك لا مهربنا عالم خليها عالم مش عارف عالم هو عالم اه بس احنا دايما ما عندناش الرضا تاني احنا مش كنا منتكال في الحلقة دي ايه فانا ممكن اكون عايزة حاجة بدور عايزة حاجة بس مش هي دي المناسبة لأي ايه وربنا سبحانه وتعالى لو بعطلي الحاجة دي اعايت وانا عايزة حموت عشان دي صحيح لا انا بقول هو ده غالبا ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل وده اللي بيضيعنا وده اللي بيخلي النتائج سيئة وده اللي بيخلي العلاقات بتفسد وبيخلي حتى بعد الجواز بيتطلق حتى اوقات لما ربنا بيبعث لك المناسب بتعودي تفكري فين ما كانش مناسب بالبواز الجديد ايه صحيح طيب فاحنا هنقول لها ببساطة جديدة جدا اه اول حاجة اقف قدام مرايتك بمنتهى الصق اه كوني صريحة مع نفسك جدا اه قولي انا عايزة كذا حتى لو كذا ده وحش اه انا هنعالج باحنا اتفعنا ان انا هشوف الجانب اللي في المراية لو انا اتحكت على نفسي قلت لا ده انا عايزة بيصالي وانا اصلا مبركعهاش يعني مش هتجي مني مش هتركب والراجل برضو تلاقيه بيشرب مخدرات وقولك انا عايزها لبسها النقاط بقى كمان معو ليه يعني طب انت يعني عايزها كده ليه تظلمها ليه انت فاسق وبتطلب واحدة معلش صالحة ليه صحيح او العكس انت برضو فاسقة وبتطلبي عارفة ليه من كتر انعدام الثقة في الاجيال هم بيدوروا على الصالح عشان هوايهم عشان ماذا الجملة كانت مش هبقى صالح يا عملالله ايو انا هعمل لنا نفسي فيه بس انا عايز واحدة اتطمن وانا رميها كده في البيت او اللي يجب البيت لا رميها هي رميها وانا عمي بر نفسي فيه هي كمان عايزها صالح عشان يتقل الله فيها ويرب العيال ويديها الفلوس ويعمل لها كل حاجة ويرايا ربنا فيه ويبقى زي النبي محمد وهي تبقى زيه ايه ما تبقاش زي عائشة لا طبعا يعني خلينا منصفين فيه احنا بنتمنى جيد ده رقم واحد لو بما صارحتيش نفسك وكنت واضحة معاها انا عايزة كده انا ليه بعمل كده انا غرض ايه من الفيديو بتاع التيك توك بعمله ليه ليه يعني انا عايزة هو نفسي حد يجي يقول ليه تفسيره ايه صحيح ليه يعني انت بتبقي حاسة بايه وانت طلعه تعمدي ده يعني انت بتبقي يعني انا ليه هدف انا النهاردة جايه على الحلقة ليه هدف اكيد كل واحد بيعمل حاجة له هدف منها اعايز اعرف هدفهم اعايز اعرف هدفهم ايه طيب انما الاعمال وبالنيات ده حد اول حديث في الاربعون النووي انما الاعمال وبالنيات وانما لكل مرئ ما نوى طيب النية دي هي من فضلكم باختصار اجابة ليه اعرفي بتعملي كده ليه ليه هي دي نية قولي لي بتعملي كده ليه لو عندك نية حسنة يمكن تشفعلك لو في نية حسنة الفسوق اعكيد ما في السوق هيبقلون انا بقولك ما انا استحالة ممكن يبقى اللي توعي يعني ممكن تكون مثلا هل هي مش عايز اقول مش متربية بس هي ممكن تكون مش فهنة يعني ايه بقول مش متربين لا هي هي متدمرة نفسية اه ايوة في مشكلة يعني في مشكلة نفسية ده لازم يكون في مشكلة اه في تدمير نفسي ايوه وفي اسرة متفكدة اه وفي ام مجهولة بحاجة واب مجهول بحاجة ويدب بحاجة كتر خيرهم بيجيبوا فلوس لعيل ومعرفوش عيلهم بيعملوا ايه تولي النهار في منتهى الاهمال وفي منتهى عدم المرعاة تصحيحاً لكلمة مش متربية طبعاً أكيد حضرتك ما تقصدش لا ما تقصدش لحد معاية لا هو ما تقصدش اللفظ هو اللفظ بيه أنه هو عدم عدم رعاية عدم رعاية وعدم رعاية وعدم مراقبة للاولد ما فيش مراقبة وما زرعتش مراقبة الله يعني لابد أزرع مراقبة ربنا علشان أعمل كنترول ما فيش بقى معلش أنا كأم لو أنا معرفش مراقبة ربنا طب رأ بنتي بنتك أنا بصراحة مش عارفة إيه اللي بيحصل نخرج بقى من الجزء ده والروح تاني للحب يعني هنهجد ليه الحب بين أصابع الرحمن طبعاً القلوب بين أصابع الرحمن وطبعاً الحديث كان بيتكلم عن يبيت الرجل مؤمن ويصبح كافراً ويبيت كافراً ويصبح مؤمن وده بيحصل وإحنا بنشوف كتير في لحظة كان كافر وأعلن إسلامه أو في لحظة كان مسلم وأعلن كفره بالإسلام أو أعلن إلحاده أو أي حاجة فده كله طب يعني هل ده معناه يعني عشان بس نقف عند الحتة دي هل ده معناه أنه خلاص بما أنه بيد ربنا خلاص محا ربنا ما حاسبنيش بقى؟ لا طب ليها يحاسبني؟ لا طب هل ربنا سبحانه وتعالى يظلمني؟ لا يمكن يظلمني طب ليها يحاسبني؟ رغم أنه هي الأمر بيده لأنه هو سبحانه وتعالى يعلم حقيقة المضغة هو لما القلب تقلب هو تقلب يعني بحكمة مش يتقلب كده وخلاص يعني مش ربنا قرد فجأة كده أن أنت استغفرك ربي أتوب إليك وحاشا لله أن يكون كذلك ربنا مش فجأة كده عايز دخل فلان النار فقالك لا أنا خلاص هقلب قلبه لا 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 حاشا هو حاشا الله حاشا لله طبع حاشا لله الموضوع مش كده خالص الموضوع أنه هو يعلم ما في قلبك وفيما يبدو للناس يعني أنت شايف جهان الناس الله عفوها عفوها ظاهرة وصالح أنت تظن فيها ذلك لما تيجدوا فجأة ربنا يا عفونا يا رب أن هي فجأة ثابت الدين أو ألعيت حجابها أو عملت كذا أو عملت كذا على طول إيه ويتشكي في الله سبحانه وتعالى أنت تشكي فيه تعرف أن جهان كان فيها خلل طول ما هي كانت لابسة كده كانت مرافقة كانت مرائية يبقى أنا كان فيها خلل فربنا كشفني وفضحني في لحظة والعكس يعني ما كانش صادق ما كانش صادق وتيجي طب الفاسقة بقى لما تلاقيها في لحظة بقيت صالحة كانت بواها كويس كان فيه خير بتعمله وهي كرها في سقها وكرها في جورها وكرها كل ده بس ضعيفة النفس ده تفسير جميل أم آه بس هي نفسها ضعيفة فهي ربنا لأنه يعلم السر وأخفى عيب عيب شوفي كلمة السر وأخفى طب إيه أخفى من السر لا مش عارفة ما لا تعلمي حتى عن نفسك آه آه اللي أنت مش عارفاه أنا السر أنا عارفاه مش هقولولك لكن الأخفى أني أنا معرفوش آه آه اللي أنا نفسي معرفوش اللي هو الإخلاص آه سبحان الله الإخلاص لا بس تفسير حلوة فعلا اللي هي ليه للنس علشان الخلل أنا عايز أقوله علشان في ناس عندها خلل تقولك الله ماذا كانت فاسقة هي وماتت متصلحة وماتت مصلية وماتت حجة كان بواها مضغة طيبة ما هو الناس بقى ما بتقولش كده آآ آآ لأ تفسير لأ تفسير فعلا كان مضغة جميلة وإحنا ما نعرفش بينها وبين نفسها كتب تبكي قد إيه علشان هي مش عايزة تبقى فاسقة لكن كانت ضعيفة ومتمس يعني سايبة نفسها مش إحنا كنا بنقول أن أنت مطالبة تهزيبي نفسك ما تخليش نفسك هي اللي تقودك أي هي كانت تسايبة نفسها تقودها لكن مش رادي عارفة ما تيجي دمشي وراي كده بس مخنوقة آآ آآ ما شايف ديلي بس أنت مش عاك بالكلام مثلا يعني مش عاكبني الطريق ده مش عاكبني الطريق بس مش عادرة تتبيني آآ آآ مش غزبة عنها هي بما بإرادتها لأنها هتتحاسم لكن أقصد أنت كأنك مثلا مثلا كأن مثلا يعني جهندي بتديكي فلوس مثلا وانت مصدر رزق من شغلك مثلا مع جهن فانت مش شافية وأنا بعمل حاجة غلط انت مش عاكبك طريقي بس مش قدرت هي لأ لا حسنا منعنك الفلوس مثلا يعني هو أشبه بذلك بس هي هيمنعنها هيمنعنها شهوتها ومتاع الحياة وجمالها وكل الرغبات فتلاقيها سايبة نفسها لكن جواها كارها فربنا أعلم ربنا لعلها بقى في لحظة قيام للمرة صلت استغفرت تابت قالت له يا رب يا رب يا رب ارحمني برحمتك يا رب أنا ضعيفة وأنا بستقوى بك فلقناها الصبح فربنا أعزن اه فربنا أعزن والعكس العكس الناس الله علع فيها لكل الكلام ده طيب إذا كان هذا في الإيمان والكفر فما بالك في العلاقات والحب والزواج نطلق عند الحب ونرجع تاني فدع نطلق فاصل ونرجع تاني للحب إن شاء الله اتفضل حد انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وصيبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين بي يعني دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ هايوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني أصل عمر الانتحار ما كان الحل الأكاديمية الدولية لتطوير الزاق اختلافك سر تمييضك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشان البنات يريد بس يطلعو لنا كده صورة اللي هي رقم تلاتة تلاتة اوتي ممكن رقم تلاتة يا جماعة ازي سمحتو تمام انا عندي رقم تلاتة بنتقولك ايه هي علاقة المشاعر بالتفكير طب هو في علاقة هو انا ينفع وانا بحب افكر اه ولا المفروض ان انا دي استاذة تمام اه علاقة المشاعر بالتفكير هنلاقي على طول بالنسبة لنا الاساس بتاعنا المشاعر مهمة قوي للتفكير انا عايزة اقولك نطلع برضو بالسورة رقم اتنين بقى ممكن سورة رقم اتنين احنا نجيبهم ورا بعد كده كده خلينا نقف عندها شوية بس طب نصحتي بقل كل البنات حتي قلبك في عقلك وحتي عقلك في قلبك بمعنى بمعنى البنات والولاد البنات والشباب اه طبعا كله بس الشباب يعني هنقوله حتي قلبك في عقلك ونفس الكلام طيب حتي قلبك في عقلك وحتي عقلك في قلبك لان في العقل ارادة وفي القلب ضمير انا في قلبي في بنات كثيرة جدا هي ماشي بالقلب فقط القلب فقط هيضيعني هي ضيق علي ولقيتني ممكن احب بالقلب طب انا ممكن احب ميت راجل وهي وهو يحب ميت ست يعني مش طعبة هي مش طعبة ده هو يلاقي بدي حلوة ودي دماء خفيف ودي شيكو بنت ناس ودي مركزها عالي ودي حوارها جيد ودي صوتها جميل بتغني ايا كان ده لازم العقل يسبق القلب لازم ما سيبش نفسي لفكرة ان احب وبس بقلبي والعاطفة وبس لسبب بسيط انا في النهاية لو على الاعجاب او على هيعجبني كتير مش هخلص لكن انا لازم اختار المناسب طب اختاري ازاي ما انا قلبي اتحرك انتجاه مثلا حد هل هو ده الحب يعني هل تحريك مش ارتجاه شخص هو ده اعجاب المنابك يفتكروا حب هو حتى لو حصل تجانس وحتى لو حصل بين الاتنين استجابة لكن ممكن تكون اعجاب متبادل عادي سعادي ممكن مسافة اول واحد فيهم يطلع بس بصفة وحشة اه تاني اكراف ساني يبقى ده ما كانش حب خالص تجاب لنقطة معينة كمان وفي بقى ناس العكس بتستخدم العقل فقط مش ما بتحطش قلبها خالص تقولك لا انا خاف فيضحك علي فانا خليني اختار واحد يجي لها مثلا عريس تقولك ماشي بما انه مناسب مركز ووضعه كذا 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 اوكي انا موافقة لكن مفيش قلب خالص يعني هي ممكن تكون اساسا يعني مش مش مرتاحة مش مرتاحة او يعني شايفانه هو في حاجة مش فهماها والبنات كتير ما بتبقى اشفهم الحتة دي يعني ممكن تقولك انا مش عارفة هو شكله حلو بس انا مش عارفة فيها ايه اه يقولك انا مش مرتاحة يعني دايما بيمسي لك انا مش مواقق ويزي بس انا مش مرتاحة اه فتضطر توافق لان العقل بيقول ان هو كاتوتل مناسب ويكويس اه كاتوتل عليس لقطة زي بيقوله اه راجل مناسب تماما ده مش معنى انك لازم توافق عليه لان قلبك لازم يحبه لازم يرتاح لازم يحبه ويحبه يعني ايه يحبه مش بمعنى الحب باور رومانسية لا يعني يفتح له يحصل قبول والقبول ادنى اللي هو ادنى حاجة القبول ان انا احس ان قبل الشخصية روحها موافقة روحي فيه بيننا تجانس وتوافق في الفكر والمستوى البيئي والمستوى الاسري والمستوى الاجتماعي يعني حاجة دي مهمة جدا طيب ده هيفرق معايا اه هيفرق معايا لان من فضلك يا جماعة والله والله نصيحة الوجه اللي تعالى عشان تعيش زوجة صالحة صح وتعيش زوج صالح صح لازم تختاره انت راضي مية في المية مش تسعة وتسعين ونص وتبقى عارف في المراية عيوبه وعيوبك وما تتحكيش على نفسك وما تقوليش هيتغير لأ محدش بيتغير وما تقولش هيتغير ما تقوليش هيتغير قولي هتجاء ناس مع العيب قولي انا هبلع العيب مقابل المزايا لكن انا هتعلم احنا هنا في الكورسات بتاعتنا بنعمل كده اللي 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 ما تفهمي نماط الشخصية هتتعاملي معاه اه يعني النهاردة وارد اي اتنين في الدنيا يختلفوا انا وانتي مثلا وارد يبقى فينا صفة مش متوافقة ايه لكن انا كتوتل اي ناس عجباني بنسبة مثلا 80% هنقول 20% مش عجباني ارميها عشان العشرين لا انا عملش كده تمام احاول عالج العشرين بس مش بس ما اقولش انهم هتغير لا مش هغير هم هيفضلوا فيها بس انا هختار التمانين همشي مع التمانين وهتعايش مع العشرين العشرين بقى هشوف طريقة المعاملة الانسب اللي توزبط العشرين دو بحيث ما يظهروش كتير في الحياة لكن ما اقولش هغير لا مفضلك يا جماعة محدش بغير لا هتغيري في حالة واحدة مع تغييرك انتي هو هيتغير اوتوماتيك فانتو هتبقى ماتشنج وبرضو هيتغير الحدود معينة برضو حدود بس يعني ممكن ان العشرين يبقى عشرة بس مش هيبقى بس اره هقولك مثال صغير كان فيه ناس اعرفهم واحد كان متجاوز واحدة وبعدين تجاوز واحدة تانية فعايش مع الاولى كتير جدا جدا يعني فاتجاوز التانية والتانية قد هدية قوي وكلام من ده المهم عايش برضو معها سنين طويلة فالجيران قالوا لها ايه قالوا التانية يعني غريبة جدا انا حماناش نسمع صوته ده كان الاولية كل يوم علقة يا حول الله الفكرة في ايه الفكرة في ايه الفكرة هنا انه مش معناه ان الاولى وحش انا مش هتهم الاولى بس ما فيش تجارس هي كبت عصبه هي من نرفيزية وهو عصبي جدا ما فيهموش بعد لا مش ما هي معرفتش تتعامل معاه يعني معرفتش ان هو نرفيز جدا فانا المفروض ان انا هدي اعمل كنترول في الوقت ده الغضب بتصير الغضب اكتر فبالتالي كان بينفعل عليها طب ما عاش مع التانية مثلا 15-20 سنة عمره ممد ايده عليها و15-20 سنة مش 15 يوم ولا مدة طوية جدا ده دليل على ان هي كانت بتمتص وقت الغضب اهو ده انوع من ايه اللي هو التكايف طب هي اللي عملت ده برضو التانية لان هي كانت شايف انه فيه مزايا كتير ايه وان ده عيب فيه فهي تجنست مع العيب التارياني ومفيش حد هيبقى الفرز ومفيش حد هيبقى 100% مفيش عيوب نرجع لان هو عقلك في قلبك وقلبك في عقلك اه انا هحطه كده انا نهارده طيب لو واحدة بقى العكس يعني احنا قلنا ان اللي بتفكر بعقلها لازم تحط قلبها شوي تعمل حساب للقلب ما تهملش القلب خالص لا طبعا ما تقولش ده مواصفاته تمام وتكمل وبعدين تلاقي نفسها تتعرض وخصوصا مع الفتن تتعرض للخيانات الزوجية والسوشيال ميديا ويطلع لها واحد على هواها والشاطن شاطر بقى ونقض ما شاطر في ايه الشاطر في انه يعرف اللي انتي محتاجة ايه والدهول يلعب في الحتة النقصة يلعب في الحتة النقصة ويبعتلك حد في الحتة دي فاهميني طيب والراجل والبنت اللي برضو بتشتغل بالمشاعر بس او الراجل اللي بيحد بس وما بيفكرش بنقوله من فضلك حط عقلك في قلبك يا برضو ما تسيبش نفسك للقلب بس انا مطلوب ان انا اتوازن ما بين القلب والعقل قلبي هنا وعقلي هنا ما ينفعش اروح اجري هنا واحد يجري واحد هيجري هترجح قوي وهيقع والتاني نفس الكلام لازم لتني اكون ميالة للشخص وعندي قبولني وصفاته عجباني لكن مش كلها 100% عجباني انا بس مش ضحكة على نفسي عارفة انه في عيوب عارفة انه طابعه كذا عارفة انه ظروفه كذا مش هقول لنفسي اصله هيبقى كذا هي فكرة تغيي ايوة فكرة انه هيبقى كويت انا هغيره انا هقدر عليه الفكرة دي بتهيألي هي السبب التطلع لا وبيتجوزه فقير مثلا وتبقى هي غنية وكذا وتقولك عيش العصور هيقضينا والكلام ده وبعد كذا ترجع تقولك ايه اكيد اصله هو طموح فهيبقى غني لا مش هيبقى انا ما عارفش الغيب انت ابني على الواقع حضرتك صحيح ابني على الواقع هو الواقع انه هو دلوقتي جايلك فقير تقبليه كده والتغيير ده بيد ربينا قبل تعيشي في البيت الفقير ده وقبل تعيشي بالمرتب القليل ده وهتعرفت تدبري امورك وهتبقي راضية احنا مطالبين يا جماعة في النهاية ان احنا نلقى الله سبحانه وتعالى يعني ايه خالصين كده من الدنيا يعني الاصل وما خلقت الجن والانسي قلنا ايه الا اللي يعبدون طب هيعبدون قلنا ازاي مش صلاة والسيان بس ايه عشان عيش زوجة صلحة هعبدوا ازاي ان انا اختار اختيار صح فانا ابقى فرحانة بالزوج هتعامل معاه بحب هيبقى بيتي مليان حب مش هيحصل المهازر اللي حصلت في كرونا والناس بايت عايزة تطلق علشان قعدوا فوشوا عشان زهقوا من بعد ايه وصح طيب انا اختار اختيار صحيح المفروض الاصل للنية انا في النية عايزة تزوج واحدة علشان عايش معاها ان شاء الله العمر كله علشان هي هي عايزة تتزوجه علشان هو يبقى الزوج وابو الاولاد وكذا وكذا يبقى انا لازم اعمل كل ده اقسس بقى البيت ارمي الاساس يكون صحيح يكون على اساس صح اه طبعا من غير اساس كأنك بنيتي بيت من على رمل على رمل ايه اول ما جات شوية ريح عواصف تحصل اي مشاكل في حياتهم يجي الواحد عوارد مثلا الاقتصادية عوارد مادية حصل اي عارض هز البيت او اي ريح او عاصفة او اضطرابات واحد منهم جلوا مرض التاني ما يستحملش ويتطلق ويرمي ماهو ده بيحصل ليه عشان ما اخدتش اساس ما فيش اساس صح لا فالس حصل حيك سؤال انا اقفى عنده بعد الفصح هيك تجاوبين عنه ان شاء الله في ناس كتير بتبرر الخيانة ان الزوجة احملتني او ان الزوج احملني نجاوب بعد الفاصل نجاوب بعد الفاصل الاستاذة جاوبين وعاصف عيل فضل حدثك اشتركوا في القناة انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل مالك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد السبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي يا سيدي استشاري اوسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتع البساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسرا ايه وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاف اختلافك سر تمييضك اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة تانية ولست واقفين عند سؤالنا للأستاذة فيه ناس بتبرر الخيانة الزوجية انها سبب الاهمال والله بسي انا هقول لحضرتك حاجة تاني هتكلم في نقطة مهمة جدا ان فيه حاجة اسمها ثوابت والاخلاق ما بتتجزقش صحيح وحتى يعني ما حدش يقعد يقولي تقولي الدين ومش الدين لا ده مش بس الدين والله حتى اهلينا زمان ما كانش التدين جامد يعني ولا اي حاجة وما كانش فيه خيانات اللي احنا بنسمعانها بالطريقة البشع كان فيه ثوابت فعلا كان فيه ثوابت وفيه مبادئ ده خيانات بقت كمان دلوقتي بقت من الأقارب والأهل والناس اللي هم يعني مثلا خانها مع أختها خانها مع الصديقات يعني خيانات بقت حاجة من نوع بشع يعني وحتى الواحد كان المتعرف عليك كان دايما يقولك دي زي أختي ده زي أخي يعني حتى ابن الجران ده كان يحافظ على على بقى نسبة ابن الجران الله يخليك ابنية ابن الجران أه أستنى فتكار بقولك كان ابن الجران دايما زمان والله كان يقعد يقولي ده خوكي وهو لا يمكن يعاكس مثلا جارت عمر الواحد يعاكس جارت ده بالعكس كان ممكن يجي يقولك انزل معاها لحسن تشتروا حاجة لحسن ما بقولش ان ده صحي في الدين أو لو لقاها شي لحاجة يخدها منها وصلها ما بقولش انه صحي 100% كان في الدين ان هي تمشي بستقصد كان في حتة ان هما الاهلي بتربي ان دول عيب خلاص رايبك جرانك دول زي أختيك بالزبط زي أخواتك يعني دي كانت نوع طبعا نزلة اغنية بنت الجران بالحاجات اللي انتوا عارفينها وموضوع كبير يعني مش هينفع نفتح فيه كلام بستقصد في المقابل بنزل اعلان ابن الجران بقى نزل في رمضان ايه ده بقى يعني احنا وصلنا لمرحلة يعني من بس من الجرأة المركز الاعلى لإعلان واقفة والله طب قيس عندها كده بحييهم عشان ناس كتير طبعا فنرجع بقى للنقطة تانية يبقى أنا النهاردة عندي مبادئ اساسية هي اللي هتخليني انا ايه همشي صح هل ده معناه انه الطرف الآخر ما كانش له دور لا ليه دور بصي انا دايما نقول الخيانات الزوجية ودي هنحتاج لها حلقة كبيرة يعني يعني مش هينفع تجاوبين على دي هجاوبك هجاوبك بس مختصرة ونعمل لها حلقة الخيانة الزوجية انا باعتبرها مسلس شركة فيه ثلاثة الخاين سواء كان الزوج أو الزوجة ده لازم يكون شريك والدخان ده شريك والدخانه من الطرف التالت اللي بجي من بره اه اه التلاتة شركة وليس يعني انا بعتبرش فيه محد مبرق اصدح هيك ان التلاتة غلطانين اه اه ما فيهمش حد مبرق الا في حالة واحدة لو واحدة فعلا ماشي صالحة جدا والدخان بقى ايه اه هو يعني هو مش كويس في حتة معينة يعني ده دي قصة تانية والله هيبقى برضو هي غلطانة في اختيارها يعني برضو لها جزء من الخطأ ولكن لكن هيبقى هيرجع بقى الجزء الغلط اللي هو ايه اللي هو الاولاني بقى اللي احنا بنقوله في الاختيار اه اللي هو بنقول ان هي من البداية عجبها وقالت لك هغيره وهغيره وهو ممكن يبقى كويس وهو مش كده وهو اختارها مثلا عشان تبقى كويسة صالحة وقعدة في البيت وهو يامل اللي هو عايز نفس اللي احنا كنا بنقوله لكن انا بعتبره مسلس شركة فيه التلاتة تلاتة معاك ومافيش واحد بريد فهنافترض انه ان الاساس مثلا الراجل هو ما كانش راجل قوام صح وبالتالي الزوجة كانت بتحتاج عندها شوية احتياجات بتقوله عليها ده في المجمل يعني بتقوله ارجوك اهتم بي اعمل كذا اعمل كذا هو بيطنش على اساس انه ما فيه مش ممكن تخونه بيروح داخل الشطان الثالث يبخ السم يبخ السم ده الشطان الاساسي ده الشطان الاساسي لان ده اللي عارف انه داخل عائلة امرأة متزوجة ده الاساسي يعني ده او واحد داخل الراجل متزوج نفس السكرة يعني هنا او هنا يعني مأبوسي كل اللي بيتعمد يدخل يخرب بين اتنين ده مصبته سودة يعني يعني بدليل انه هو ما نخبب امرأة على زوجه يعني ده لا يشم رائحة ده الجنة يشم يشم شمها صحيح خالص طيب يبقى الداخل الثالث ده لا يمكن يدخل بيت مقفول صح عبدك نحكم كل البخارج لازم والمداخل بتعديوتنا لازم نحرص لازم لازم نحرص لازم نقفل نسد ابواب الشيطان لازم تقفل اهوانتي ينفع تسيبي شبابكك واباكك مفتحه وتنامي وتقول لي ما دخل حرامي ليه لا طب ما هو لازم هيدخل لازم هيدخل فانا لازم اعمل الجزئيه دي طيب بيجي هنا بقى الزوجة اللي بتخون هنا في الموقف ده مثلا لو هي الزوجة يعني الشيطان بيقول لها ايه تخيلي بقى انت المنطق الرهيب ده بيقولها ده ربنا عوادك يا حاول الله عوادك بالحرام ربنا عوادك شوف الشيطان هتقول لك انا حستني ربنا عوادني ونصرني عشان هو كان زللني فبعت لي واحد يحبني ويقول لي اللي نفسي فيه عشان هو طول عمره حرمني من كلمة يحلو ده مثال يعني ده مدخل للشيطان طبعا الموضوع ده كان بيبقى خطير جدا 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 وده مش تعويض ده تلبيس إبليس اسمه تلبيس إبليس هو بيلبس عليك المعلق بيبرر لك الغلق بيبرره لك بطريقة منطقية انت تحسي ان هي كمان نعمة من ربنا ان هي كمان نعمة مش ان هي عادية دي نعمة ان هي نعمة من ربنا فطبعا احنا لازم الموضوع ده يتعمل له كنترول الكنترول هيرجع بقى بيه ان احنا لازم نتكلم في اختير الزواج لازم نتكلم في انه دور الراجل ايه ودور المرأة ايه وازاي يتجنبوا التعرض للخيانة الزوجية ومن اهمها النقطة اللي انا كلمتي فيها من شوية ان الاختيار اكون انا مقتنعة به مية في المية مش تسعة وتسعين ونص عشان لما لقي حاجة نقطة قدر افضل لا عشان بسدتها الابواب الشيطان الشيطان مش عارف يقوللي كلمة مش عارف يقوللي ده ما بيعمل لكيش كذا صحيح لا ما انا عارفها اه انا عارفها من الاول حتى هقدر اعالجها برضو مع العمر وتيجي بقى نقطة تانية اللي هي العلاقة بقى ما بين الزوجين انه لابد لابد من فضلك يا جماعة اسمع لزوجتك واسمعي لزوجك لما يقولك انا متضايق منك في كذا ما تطنش ولما تقولك انا مخنوقة منك من كذا ما تتجهلش تعتبرها جرس انذار جرس انذار خطير يعني خطير خطير جدا وللأسف شديد وصلنا لمرحلة برضو تانية ان اصبحت الخيانات عبر السوشيال ميديا مبرر قوي لان انا عيش عيش شكلها الاجتماعي قدام الناس عشان ما بقاش مطلقة شكلها طبيعي وانا للأسف يعني في علاقات محرمة وما حدش عارف بصراح حاجة صعبة يعني حاجة فعلا تزعل لا لا احنا بقى هنا في حالة بشعة وللأسف والله والله انا صدمتي كانت ان انا شفت ناس محترمين طيب احنا كده برضو يعني محتاجين حلقات كتير بس انا عايزين نقول طيب سؤال الحلقة النهاردة طيب اللي وعدنا بيستدى المشاهدين اي من الاشياء التالية اه تمنع وظيفة الجهاز العصب المركزي تمام المواد المخدرة المواد الافيونية مضادات الاكتئاب تمام حيكو برضو هتجمعوا الاجابات زي ما قلنا وبنبعاتها اخر الشهر التلاتين اجابة مع بعض وكان فيه شروط للمسابقة يعني هقولكو عليها بصفة عامة كده بس بعد كده هنازلها لكو على الشاشة ان لازم يكون الاسم السلاسي ولازم تكون الاميل ورقم التريفون محتوط ويكون التلاتين اجابة مش هنقبالهم نقصيد تلاتين اجابة كاملين بنشكر حضرتك جدا يا عسيزة وكان نفسنا نكمل ونتكلم اكتر عن الحق باذن الله باذن الله لنا لقاءات تانية باذن الله ان شاء الله نورتين حال شكرا شكرا كنت معكم ايناس كامل مرسي لكم جدا سلام عليكم انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل مالك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس واسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاك انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا من ايه طيب؟ من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العجال ومشاكل